الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام النهاردة مش هنتكلم عن الراوي هنتكلم عن أم الراوي أم عظيمة بفطرتها السليمة قدرت تغير حياتها وحياة أولادها 180 درجة من الكفر للإيمان ومن ضيق الدنيا لساعة الدنيا والآخرة أرفت أهمية العلم وعلمت أولادها الكتابة قبل ما يصل عمرهم لعشر سنوات تعالوا نتعرف على هذه المرأة الصالحة إنها الصحابية الجليلة أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاه أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار وهي أم الصحابية الجليل أنس ابن مالك كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من بني النجار بعد أن أسلمت عرضت الإسلام على زوجها مالك بن النضر والد سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه لكن مالك بن النضر رفض الإسلام ولم يرد له الله الهداية وهلك بالشام كانت أم سليم رضي الله عنها وأرضاه من بداية حياتها وهي داعية إلى الله باللين والرفق أولا مع زوجها مالك بن النضر ورفضت دعوة ثم مع ولدها أنس ابن مالك وكانت حريصة أشد الحرص على تلقين الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد نصول الله واستجاب لها أنس ابن مالك ورددها وهو طفل وهذا هو واجب المرأة المسلمة أن تحرص على تلقين أبنائها الصغار الشهادتين منذ الصغر فيشبون عليه بعد وفاة زوجها الأول مالك بن النضر جاءها أبو طلحة خاطبا فطلبت منه أغلى مهر يمكن أن تطلبه مرأة ماذا تتوقعون؟ طلبت منه أن يكون مهرها هو دخوله في الإسلام نصيحة إلى كل امرأة مسلمة لا تطلبين المال ولا السلطة ولا الجاه فكلها إلى زوال وطلب الصلاح وطلب الإسلام أتت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها بابنها أنس ابن مالك وعمره لم يتجاوز العشر سنوات ليكون خادما للرسول صلى الله عليه وسلم لينهل من أخلاقه الكريمة وفيد علمه الذي لا ينتهي رضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن الإسلام خير الجزاء تذكرت هذا البيت الأمير الشعراء أحمد شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي والآن مع حديث اليوم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت قال أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثلاث مرات قال نعم قال فإن ذلك يأتي على ذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حاجة ولا داجة أي صغيرة ولا كبيرة من الذنوب باب عظيم فتحه لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا بقول الحق سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم لك الحمد على نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اخفر لنا ذنوبنا بحق أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة وياريت كلنا نعمل شير الفيديو ولايك وسبسكرايب لقناة اليوتيوب وياريت لو نزور صفحتنا على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة